عزيز الدارس أهلا بك في الوحدة الثانية من مقرر الثقافة الإسلامية والتي تحمل عنوان الخارطة الكلية للإسلام وسندرس في هذه الوحدة عددا من المواضيع المتعلقة بها وهي تعريف الفلسفة والنظام تقسيم الإسلام إلى ثوابت ومتغيرات ضبط الإسلام للتصورات والتصرفات وهي مواضيع مهمة في معرفة الخارطة العامة للإسلام وكيف انطلق بأبنائه من بناء التصورات إلى توجيه التصرفات دون الاكتفاء بالتنظير والتوجيه وبناء الإنسان من الداخل بل قام ببناء النظم التي تساعده على استبانة السير واستقامة الطريق وبلوغ الحدف المقصود يتوقع من عزيز الدارس بعد دراسته لهذه الوحدة أن تكون قادرا على أن تعرف الفلسفة والنظام ثانيا توضح الفرق بين الثوابت المتغيرات في الإسلام ثالثا تبين كيف ضبط الإسلام التطورات والتصرفات لأبنائه في هذه الوحدة أيضا يحرص أخي الدارس وعزيز الدارس على أن تعود إلى المراجع التالية أولا الفلسفة لعبد الحليم محمود في مجلة البحوث ثانيا مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب في موقع الصحوة ثالثا الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية للدكتور خالد عبد الله علي المزيني جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عزيز الدارس ونحن نمحد لك في الدخول إلى هذه الوحدة نعرف بأن الإسلام أعظم الأديان السماوية فضلا عن النحل الوضعية حيث يمتلك كل مؤهلات العظمة والتميز وسائر مقومات القوة والفاعلية ومنها جمعه المتسك بين الجوانب الفلسفية والجوانب العملية فالجوانب النظرية ترسم للإنسان تصور متكاملا يمزج بين عالم الغيب وعالم الشهادة ويربط الدنيا بالآخرة فالجوانب النظرية ترسم للإنسان تصور متكاملا يمزج بين عالم الغيب وعالم الشهادة ويربط الدنيا بالآخرة وتوضح له مكانته في هذا الوجود وطريقة تعامله مع هذا الكون ووظيفته في هذه الحياة والدور المطلوب منه في عمارة الأرض وصناعة الحياة أما الجوانب التطبيقية فإنها تحدد له معالم النظام الذي يساعد على القيام بواجبه العباد في محراب الكون وتمنحه المعادلات المطلوبة للترقي المادي والمعنوي وتهبه التوجيهات التي تكفل له السعادة في المعاش والمعاد إن الإسلام ينطلق بأبنائه من بناء التصورات إلى توجيه التصرفات حيث لا يكتفي بالتنظير والتوجيه وبناء الإنسان من الداخل بل يقوم ببناء النظم التي تساعده على استبانة السير واستقامة الطريق وبلوغ الهدف المقصودي وهذا ما سنعرفه ونتعرف إليه من خلال الآتي أولا الفلسفة والفلسفة لا نقصد بالفلسفة بمعنىها الإصطلاح الدقيق حيث العقل الذي يخوض بدون ضوابط في تأمل القضايا الكلية بما فيها الغيبيات في عالم ما وراء الطبيعة وإنما نقصد بها الجوانب النظرية البحثة من الإسلام والتي تتضمن رؤيته العام للإنسان والكون والحياة وتصوراته لعالم ما وراء المادة حيث الغيبيات الكبرى التي وردت في أركان الإيمان الستة بعد قراءة التعريفات حينما إذن أخذنا أولا في تعريف الفلسفة والنظام هذه التقسمات ذكرنا أولا فلسفة الآن ثانيا النظام والنظام بعد قراءة التعريفات العديدة لمصطلح النظام والمبثوثة في القواميس اللغوية والمعاجمة الفلسفية يمكن تعريف النظام بأنه مجموعة من العناصر والرؤى والقوانين التي تترتب بطريقة منضبطة وتتسق بصورة مضطردة في سبيل تحقيق عدد من الأهداف المنشودة في أي مجال المجالات الحياة ومن ثم فيمكن القول بأن النظام الإسلامي يضم العناصر والرؤى والقوانين التي تتضافر بطريقة دائمة ومناسبة ومن سابة في سبيل خلق أمة واحدة مهما تناءت الديار وتعددت الألوان والعراق واختلبت الألسن والعراف عزيز الدهرس بعدما أخذنا في هذه الجزئية نريدك وأريدك أن ترجع إلى مجلة الجامعة للمجلة الجامعة بالمدينة المنورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مقال بعنوان قول فلاسفة اليهنهان الوثنيين في توحيد الربوبية لسعود ابن عبد العزيز الخلف ولخص ما قاله في تعريف الفلسفة عزيز الدهرس أجب عن الآتي عرف النظام الإسلامي ثانيا الفلسفة في العقلية المسلمة مصطلح المدموم لماذا؟ في أسئلة التقويم هذا عزيز الدهرس ضع علامة صحة ما من العبارة الصحيحة وعلامة خطائمها من العبارة الخاطئة أولا الفلسفة هنا تعني العقل الذي يخوض بدون ضوابط في تأمل الغيبيات في عالم ما وراء الطبيعة ثانيا النظام الإسلامي يضم العناصر والرؤى والقوانين التي تتضافر بطريقة دائمة ومنسابة في سبيل خلق أمة واحدة أنتقل بكم الآن إلى تقسيم الإسلام إلى ثوابط ومتغيرات من المعلوم أن الإسلام مثل كل دين أو مثل كل دين من المعلوم أن الإسلام مثل كل دين ينقسم من ناحية منهجية دراسية بحتة إلى قسم نظري وقسم عملي إلى قسم نظري وقسم عملي ويمكن تقسيم هنا ويمكن تقسيمه هنا إلى قسمين آخرين ثوابط ومتغيرات تأملوا معي هذا التقسيم الإسلام إذا قسمنا هذا الإسلام إلى ثوابط ومتغيرات سنجد أن الثوابط تنقسم إلى قسمين الثوابط هي العقيدة والشريعة والمتغيرات هي الفكر والفقه ونلاحظ وجود تقارب في الوزن بين عنواني الثبات العقيدة والشريعة فكلاهما على وزن فعيلة حينما أقول عقيدة وحينما أقول شريعة كلاهما على وزن فعيلة في مقابل التقارب بين عنواني المتغيرات وكلاهما على وزن فعل وهما الفكر والفقه ولا شك أن هذا التقارب في المبنى يحمل تقاربا في المعنى كما هو معلوم في قواعد اللغة العربية وحتى تصبح الخارطة الكلية للإسلام واضحة للأذهان ونحن ندلف إلى الثقافة الإسلامية فسنضيف تقسيما ثالثا لعموم ما يعرف بالإسلام كما في الشكل التالي الذي سوف يظهر أمامكم يختلف عن سابقه في المظهر لكنه يؤكد جوهر التقسيم السابق إذا تأمننا في الإسلام في تقسيمه الآخر حينما نقسم الإسلام إلى الدين وهي نقصد بها العقيدة والشريعة وكذلك القسم الآخر التدين وهو الذي يشمل الفكر والفقه إذن هذا تقسيم آخر أيضا يتقارب مع التقسيم السابق وهكذا فإن الدين الذي جاء من عند الله هو ما ثبت عن طريق الوحي وهو يتوزع بين الجانب النظري المؤسس لفلسفة الإسلام ونظرته للوجود بعناصره الثلاثة الله والإنسان والكون وبيّن الجانب العملي المؤسس لنظام الإسلام التطبيق في الحياة أما طريقة فهم المسلمين لهذه النصوص وطريقة تطبيقهم لها في الحياة بكل ما فيها من صواب وخطأ فإنها اجتهاد بشري يعبر عن تدين المسلمين ومقاربتهم لهذا الدين وتفاعلهم معه بكل ما تحمله هذه المقارنة من نسبية سواء في دائرة الفكر أو في دائرة الفعل عزيز الدارس إليك هذا النشاط بالرجوع إلى كتابي الثوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار للدكتور محمد سعيد محمد مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وأدابها وتطاول المنافقين على الثوابت للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي مجلة البيان وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية مؤتمر تعظيم حرمات الإسلام لخص أخي الدارس المراد بالثوابت والمتغيرات من خلال من خلال المرجعين السابقين عزيز الدارس أجب عن الأسئلة التالية ما الفرق أولا ما الفرق بين الدين والتديم ثانيا لماذا تعتبر العقيدة والشريعة من الثوابت بينما الفقه والفكر من المتغيرات أضع علامة صحة أمام العبارة الصحية وأمام الخطأ أمام العبارة الخاطئة واحد الدين الدين والحق الذي جاء من عند الله هو ما ثبت عن طريق الوحي اثنين الدين والحق يمثل الجانب النظري المؤسس لفلسفة الإسلام ونظرته للوجود فقط إذن تجيب عن هذين السؤالين في علامة صحة وخطأ الثالث طريقة فهم المسلمين للنصوص طريقة فهم المسلمين النصوص الوحي وطريقة تطبيقهم لها تعبر عن الدين الإسلامي صحة وخطأ رابعا العقيدة الحق وحدها تمثل الدين الحق الدين الذي جاء من عند الله تعالى خامسا الفكر والفقه يمثلان التدين البشري النسبي بكل ما فيه من صفهات البشر أنتقل بك أخي الدارس الآن إلى ضبط الإسلام للتصرفات والتصرفات يضم الإسلام في ثنياه منظومة متكاملة من مبادئ والقيم والقيم والتصورات النظرية ومن التوجيهات والضوابط والنظم العملية وتستهدف هذه المنظومة بشقيها النظري والعملي جلب أو جلب مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم دون فصل بين ما يخص المعاش الدنيوي وما يخص المعاد الأخروي عندنا أيضا تكسيم آخر التكسيم في تكسيم الإسلام لكنه يأتي بصورة أخرى حينما نقسم الإسلام من خلال ضبط الإسلام للتصورات والتصرفات الإسلام حينما نقسم هذا الضابط إلى التصور وهو الجانب الفلسفي الفلسفة ممكن نضعها بين قوسين الفلسفة والتطبيق ونضع بين قوسين النظام فالتصور التي نحن يعني جعلناها بين قوسين الفلسفة تأتي إلى أمرين هامين ثوابت وهي العقيدة ومتغيرات وهو النظام أما التطبيق أو ما يسمى بالنظام أيضا ثوابت الشريعة الثوابت وهي الشريعة والمتغيرات وهي الفقه ومن التمعن حينما نتمعن في هذا الشكل والتوضيح فيه تبرز للعيان عدد من الملحوظات وأهمها الآتي أولا الإسلام عنوان لنظام الاستسلام لله تعالى مصطلح الإسلام من حيث المبدأ هو عنوان للنظام الشديد والانضباط حيث أن جذوره اللغوية تدل على معاني ذات صلاح به وهي كالتالي حينما نتحدث عن الإسلام عنوان لنظام الاستسلام لله تعالى أولا الاستسلام لمراد الله تعالى في العبادة الكونية التي خلق الله الثقلين من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الثاني الإنسجام بين فطرة الله التي فطر عباده عليها وفطرة الله كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الثالث الإنسياب مع التيار الكوني الهادر والهائل الذي يعبد الله في كل حين وينسلك ويسلك في فلك طاعة الله تعالى في كل الأحوال والظروف ولذلك قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وهذه التركيبة المتوازنة للإسلام تضمن لأتباعه إن فهموه والتزموا به السير المنساب في رحلة استعمار الأرض وصناعة الحياة إذن هذا أولا فيما تحدثنا عنه في الجزئية الأولى الجزئية الثانية شمولية الإسلام لنواحي الحياة كلها من يتدبر آيات القرآن الكريم ذات الصلة بالإسلام سيجد أنه شامل لجميع المجالات النظرية والعملية أو الفلسفية والتطبيقية مثل قوله تعالى عن القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ومن ثم فإنه لا يقبل التجزئة إذن ديننا بهذه الشمولية الهائلة بهذا التكامل العجيب فإنه لا يقبل التجزئة والتبعيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وحينما نتأمل في المسألة الثالثة وهي اجتماع الربانية والبشرية في المعنى العريض للإسلام فالإسلام في الأصل هو دين رباني تنزل من السماء من أجل تحقيق مصالح البشر في الأولى والآخرة ولما كان دينا عاما لكل الناس وخالدا إلى قيام الساعة فقد جمع الله له بين الثبات والتغير حيث أعطى الله تعالى البشر صلاحية الإجتهاد في الفروع على ضوء الأصول وفي الجزئيات على ضوء الكليات ومنحهم الحرية في البحث عن الوسائل والأساليب المتطورة التي تحقق مقاصد الشرع بأفضل كفاءة ممكنة بما يستوعب روح العصر ويراعي اختلاف الناس ومن هنا أيضا حينما قضت حكمة الله تعالى في أن يجمع في تركيبة الإسلام بين الثبات الذي يحفظ له الأعمال وبين التغير الذي يتضمن له المعاصرة فقد احتوى على العقيدة والشريعة وهما عنوان الثوابت التي تضمن وحدة الأمة في تصوراتها الفلسفية وتصرفاتها الأساسية التي تحميها من التنازع وتكفل لها التآلف والاتحاد وفي ذات الوقت فإنه يمتلك مرونة واسعة تستوعب كافة المتغيرات أبرى عنوين عريضة هما الفكر والفقه الذين يمتدان ليشمل كل زوايا الحياة وواضح من العنوان أنهما يمنحان العقل مجالا واسعا للنظر والتأمل والتفكر الرابع امتلاك الإسلام لفعلية فريدة يمتلك هذا الدين حيوية مدهشة ما فتأت تجذب أنظار الدارسين وتستثير إعجاب الباحثين ويمتلك فعلية أذهلت المحبين وأرعبت الشانئين كما جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمجموعه كله يسمى الإسلام أو يسمي الإسلام فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام الخامس القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للإسلام القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للإسلام وهو مخزن الهدايا الربانية والهدايات الرحمانية فلا يزال يهدي للتي هي أقوى في كافة مجالات الحياة ولهذا فقد يسره الله تعالى للذكر وطلب من الناس أن يذكروا به بآياته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولأهمية هذا الأمر فقد جعل الله الغاية من إنزاله هي التدبر والتذكر قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب السادس دائرة الفقه واسعة بسعة دائرة العبودية يصنع الفقه بمفهومه العريض مساحة واسعة لحركة العقل المسلم الذي يجتهد لتنزيل النصوص على الوقائع وتوطين المقاصد في تطورات وتصرفات الأفراد والجامعات حتى يتم إخضاع الحياة كلها لتوجيهات الإسلام نأتي لهنا إلى ختام هذه الوحدة لكن إليكم هذا النشاط عزيزي الدارس قم بزيارة أحد رواد الفكر الإسلامي في بلدك واسأله عما درسته في هذه الوحدة واطلب منه أن يوضح لك ما ورد فيها من معلومات عزيزي الدارس متى يمكن ردم الهوة التي تفصل بين أمة الإسلام في هذا الزمان وبين التقدم الحضاري عزيزي الدارس أيضا في أسئلة للتقويم الذاتي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وأمام الخطأ أمام العبارة الخاطئة واحد أزمة أزمة أغلب المسلمين اليوم أزمة فكر أكثر من قونها أزمة جعود صح مخطأ ثانيا يصنع الفكر بمفهومه العريض مساحة واسعة لحركة العقل المسلم ثالثا العقل هو مخزن الهدايا الربانية والهدايات الرحمانية نكون هنا قد وصلنا إلى ختام هذه الوحدة الثانية انتظرونا في الوحدة الثالثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر